هل شارفت الحرب على الانتهاء في اليمن أم أنها مقدمة لجولة جديدة من الصراع في ظل المتغيرات المتسارعة والتالية لانقلاب عدن واستهداف المنشآت الحيوية السعودية وبحسب دبلوماسيين فإنه يبدو أن الرياض قائدة تحالف استعادة الشرعية في اليمن تحزم أمتعتها للخروج من اليمن تحت ضغوط أمريكية غربية قرار بالانسحاب من منتصف معركة لم تنتهي ونصف نصر لم يكتمل على المشروع الإيراني الذي يواصل التمدد في المنطقة ويصعد من استهداف وتهديد المصالح السعودية عن مسؤولين مطلعين نقلت صحيفة وولستريت جورنال أن السعودية وافقت على وقف جزئي لإطلاق النار في اليمن بعد إعلان ميليشيا الحوثي وقف الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأراضي السعودية وافقت الرياض على وقف محدود لإطلاق النار في أربع مناطق تشمل العاصمة صنعاء في تطور جديد ملفت بشأن مصير عاصفة الحزم كأول فعل عسكري للسعودية غير مباشر ضد المشروع الإيراني في المنطقة أضافت الصحيفة أن السعودية تخطط لتوسيع الهدنة لتشمل أجزاء أخرى في اليمن في حال نجحت جهود إطلاق النار الجزئي في المناطق المحررة ميول سعودية لإيقاف الحرب والهدنة منافية للهجة المسؤولين السعوديين المتصاعدة ضد إيران والتلويح بتوسيع العمل العسكري عقب الهجوم الذي استهدف المنشأتين النفطيتين الموافقة السعودية على هذا الإيقاف الجزئي للحرب أتت بعد دعوة أطلقها الحوثيون في العشرين من سبتمبر لوقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية وكافة أنواع الاستهداف لكن التطور الأخير بشأن الإيقاف الجزئي للحرب نفاه الحوثيون معتبرين ذلك تسريبات لا أساس لها من الصحة جنوح إلى السلام وإيقاف الحرب من أجل اليمن أم مشروع جديد عكفت واشنطن على هندسته قائما على أساس التقارب بين الحوثيين والسعودية لكن السؤال الأهم هنا ماذا عن مصير الشرعية اليمنية ومستقبلها؟